ماهر بدأ بهذه العملية انتقاما لدماء الشهداء وانتقاما لأهلنا في غزة الذين يعانون الأمرين الحمد لله عز وجل الحمد لله يضمن علينا بوصول جثمان الشهيد ماهر الجازي إلى أرض الوطن ووارد ثرى في مسقط رأسه في البداية نشكر جلالة ملك عبد الله بجهوده التي قام بها من أجل إرجاع الجثمان وأيضا نشكر وزارة الخارجية وكل شخص سعى في هذا العمل من أجل إعادة الجثمان ولسيما أن الكيان الصهيوني بقيادة نيتنياهو تعنتها بعدم إرجاع جثمان الشهيد حتى لا يصبح رمزا لهذه المعركة أو لهذه العملية فكان يتحفظ على الجنازة وكان يريد أن تكون من ضمن صفقات التبادل ويدخلها داخل صفقة التبادل بين حركة حماس والكيان الصهيوني هذه العملية وحدت الضفة الشرقية وحدت الأردن وحدت العالم العربي وحدت العالم الإسلامي أظهرت أن الجميع في خندق واحد وأن القضية الفلسطينية هي قضية الجميع وقضية الأمة الإسلامية وقضية العرب ماهر بدأ بهذه العملية انتقاما لدماء الشهداء وانتقاما لأهلنا في غزة الذين يعانون الأمرين لفترة ما يقارب العام وهذه العملية هي جزء بسيط مما يقدمه المسلمين لأهلنا في غزة أيضا إعادة المختطفين من أبناء الأردن اللي هم مصلح الجازي وإحسين النعيمات ما يزالوا محتجزين لدى الكيان الصهيوني ونطالب جلالة الملك بالضغط على حكومة نيتنياهو من أجل إعادتهم لأنهم محتجزين ولا نعلم عنهم أي أخبار هل هم أحياء أم غير ذلك نطلب من الحكومة الضغط وأيضا نطلب من الحكومة الأمريكية الضغط كما ضغطت أيضا من خلال تسليم الجثمان اليوم أستنم الجثمان ساعة الحكومة الأردنية بقيادة جلالة الملك والهيئة دبلوماسية في المنطقة الأردنية الهاشمية بالسعي لاسترداء لاسترجاع جثمان الشهيد ماهر وما قصرت معنا وكانت الحكومة في تواصل وطلبنا من الحكومة الأردنية تسليم الجثمان في منطقة قريبة نحن اللي طلبنا في منطقة قريبة من بلدته ويعني خوفا من أن تكون المسيرة يعني الطرقات تسكر وكذا ونتعرف الطريق المساب 180 كيلو من العاصمة عمان والحكومة كانت متعاونة معنا من أول يوم استشهاد ماهر من أمم المجان الخبر وللأمانة لكل أعضاء الحكومة الأردنية والدولة الأردنية كانت متعاونة معنا ولا توصل معنا وأوعدتنا في استرجاع جثمان الشهيد ماهر الجنازة الحمد لله يعني دفنا الشهيد ماهر بكل سلاسة ووضوح توافد إلى بيت العزاء من بعض القرى والمدن القريبة وبعض من الأصدقاء من العاصمة عمان الفعل هذا ماهر اتخاذ قراره بوحده ماهر لا ينتمي لأي حزب أو فصيل سياسي لخارج الأردن ولا داخل الأردن هذا قراره الشخصي ماهر اتخذ القرار وقضى إلى ما قضى إليه نحتسبه عند الله شهيدا لكن إحنا قبيلة الحيطات إنه إرث تاريخي في النضال ضد المعتدين على الأردن سواء الصهاينة وغيرهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر